أقيمت بمدينة الغيظة بمحافظة المهرى دورة تدريبية لتطوير المهارات الوظيفية والقانونية لمتسبات الشرطة النسائية بالمحافظة بمشاركة 27 متدربة من منتسبات الشرطة النسائية بالمحافظة وذلك للرفع من قدراتهن الوظيفية وتدريبهن على كيفية التعامل في الأماكن التي تشهد ازدحاما شديد وبعض المفاهيم والمصطلحات القانونية وأشادت مجتشارة المحافظة لشؤون المرأة علياء الحريزي بجهود منتسبات الشرطة النسائية بالمهرى حيث تمارس مهامها بكفاءة عالية وكفاح مستمر من جانبه أكد مدير عام مديرية الغيظة سالم سعيدان على أهمية الدورة في الرفع من قدرات الشرطة النسائية وتدريبهن على كيفية التعامل مع المواطنين والاختلالات الأمنية في ظروف مختلفة موسيقى